عاماني وأكثر منذ أن دخلت اليمن في جحيم حرب الميليشيا عاماني وأكثر تبدلت فيها المعطيات وتغيرت موازين القوى على الأرض وتقلص نفوذ الميليشيا من أقصى الجنوب إلى أقاص الشمال لكن أعوام الحرب وما شهدته اليمن خلالها من قتل ودمار وتهجير لم تكن كافية لحسم معركة استعادة الشرعية وفي ذلك أقاويل ورؤا كثيرة أشاهد فيها دخول السياسة وحساباتها الضيقة التي لعبت دورا كبيرا في تسريع الحسم أحيانا وتأجيله في أحاين كثيرة كما يقول البعض فحين حضرت النية ووضحت الرؤية وترى الهدف ناصعا لم يأخذ التحرير بضعة أشهر كما حصل في عدن وبقية المحافظات الجنوبية وحين أخذت الحسابات السياسية طريقها إلى أرض المعركة توقفت نواظير المدافع عن النظر إلى ما بعد المحافظات المحررة وربما انحرفت مساراتها في لحظة ما فتشكلت حينها ما يعرف في علم السياسة وعلم الحرب باللحظة الفارقة تلك اللحظة التي تحولت فيما بعد إلى زمن في عدة الحرب فأفقد النصر قدرا كبيرا من عنفوانه وزخمه بعد أن كان قد أوشك على الاكتمال وعلى إثر ذلك دخلت تعز إلى مستنقع الدم اليومي وأخذت المعارك طريقها إلى مربع المراوحة وسيطرة المتبادلة التي دفع المدنيون وما زالوا ثمنا باهضا خلالها المراوحة والحسابات الدولية وما خلفته من ضغوط تسللت أيضا إلى باقي الجبهة فانحسرت تقدم فيها في انتظار المساع السياسية التي أخذت متسعا كثيرا من الوقت وقدرا كبيرا من عزم المقاتلين دون مفائدة فلا الحديدة ولا ميناؤها دخلت في تأثير مبادرات المبعوث الأمم التي عادت جميعها بخفي حنين هذا السيناريو مع قليلا من الاختلاف نظرا لطبيعة الجغرافية الصعبة حدث ويحدث في جبهة نه وبالاعتماد على كل ما سبق يبدو بأن مشوار الحسم ما زال طويلا ما لم تأتي الرياح بجديد يخالف التوقعات وذلك هو المأمول عينه